اشتركوا في القناة فأنه لمن دواعي سرورنا أن نعرب لجلالتكم عن خالص تهنين وتبركاتنا بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الخامسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني الذي جاء تعبيرا حكيما عن رؤية جلالتكم في نهج العمل الوطني لمسيرة التقدم والنماء من أجل تحقيق أمال وطموحات شعب البحرين الوفي إن إقرار الميثاق وقد عكس توافق إرادة شعب البحرين مع رؤية جلالتكم الحكيمة قد أبرز الحسة الوطنية الرفيع لهذا الشعب النبيل وتقديره للمسيرة المباركة التي تقودونها جلالتكم بما أديتم من حكمة وبصيرة لتحقيق تطلعاتي في مزيد من التقدم والنماء وأنه ليسعدنا كثيرا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أن نؤكد عزمنا على موصلة العمل بكل قوة وإرادة لتحقيق تطلعاتكم النبيلة الرامية إلى مزيد من التقدم والنماء دعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسبغ عليكم موفور الصحة وطول العمر لمؤصلة مسيرة الخير والتقدم في بلدنا الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء هذا وقد بعث حضرته صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بكل الاعتزاز تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بالذكرى الخامسة عشر لمثاق العمل الوطني إننا نستقبل هذه الذكرى وقد منى الله علينا بالتوفيق والنجاح حيث تحقق لشعبنا ما كان يطمح إليه وقد تبنى مشروعنا الحضاري هذه التطلعات وسعينا معا لتأسيس دولة حديثة بإمكانيات تتفق مع الدور المنوط بها محليا وإقليميا وعربيا إننا نلتفت إلى ما أنجزناه في هذه السنوات ونجد أننا حققنا الكثير الكثير ونحن نسترشد بميثاق العمل الوطني الذي كانت إسهاماتكم في تحقيق ذلك موضع اعتزازنا وتقديرنا إن دوركم البناء في تلبية طموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وخبراتكم الجليلة في هذه الحقول جميعا هو رمز للقيادة العلمية لتحقيق طموحات هذا الوطن العزيز حفظكم الله وأمد في عمركم ومتع سموكم بالصحة والعافية ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع لجلالتكم خالص التهاني والتبركات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشر للتصويت على مثاق العمل الوطني هذه المحطة الوطنية المحورية التي تؤطر خط الوطن بقيادتكم الرشيدة في مسيرة الخير والنماء التي تعتمد استمرار التطوير المستدام سنة راسخة سيدي صاحب الجلالة سيظل الرقم 98.4% رمزا له قيمته الجوهرية وعنوانا للمشروع الإصلاحي الذي تقودونه جلالتكم نحو المزيد من المكتسبات التي تؤسس لمستقبل المشرق لأبناء البحرين وبهم إذ تعود علينا هذه المناسبة الوطنية الغالية بمعانيها السامية من الاعتزاز بالهوية البحرينية الجامعة والحرص على تكريس النهج الوطني الهادف لتحقيق مصلحة الوطن العليا لجميع أبنائه الكرام الذين بتكاتفهم تحت قيادة جلالتكم الرشيدة يظل الوطن شامخا قادرا على التعامل مع جميع المتغيرات بإرادة واعية تبلور الفرص الواعدة وترنو للتحديث الهادف بتكامل الجهود المخلصة للبناء على ما حققناه من أسس في دولة المؤسسات والقانون وإنني يا سيدي صاحب الجلالة لأعهد جلالتكم حفظكم الله ورعاكم على المضي قدما في خدمة توجيهات جلالتكم نحو تلبية رؤاكم السديدة لمملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة سائلا المولى عز وجل يحفظ جلالتكم ويديم عليكم منفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي تقودونها جلالتكم بكل حكمة واقتدار من أجل خير وازدهار مملكتنا العزيزة ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعا ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بكل الاعتزاز تلقينا برقية سموكم المهنئ لنا بالذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني لقد كان هذا الميثاق البشارة المعظيمة المؤسسة لمشروعنا الحضاري الذي يشكل مقدمات مواجهة التنمية والبناء الممنهج لدولة حديثة تقوم على أسس مدروسة لتحقيق متطلبات المستقبل والإعداد لبناء سياسي يعتمد على الحرية والديمقراطية والمنع والبناء الاقتصادي السليم الذي يستجيب للتحديات إننا نحب حمد الله نعتز بما أنجزنا ونثق بأنفسنا للمزيد من الإنجازات ولتكون مملكة البحرين النموذج الأرقى في التعامل مع التحديات وتجاوز استيعاب وتحقيق الأمال التي يتطلع إليها شعبنا العزيز إن دور سموكم في تحقيق هذه التطلعات له موضوع اعتزازنا وثقتنا أحفيدكم الله ورعاكم وأضمتم سالمين وألدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا برقية تهنيئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني هذا نصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشارفنا يا صاحب الجلالة أن نرفع إلى مقامكم السامي أخلص التهاني والتبركات بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني الذي ثبت أركان حق المرأة البحرينية من المشاركة السياسية بتوافق وطني شامل تلاقت فيه الإرادة الشعبية مع تطلعات قائدها ورؤيته الطموحة بأن تكون مملكة البحرين نموذجا للإصلاح والتحديث المستمر والتأسيس المنضبط لدولة القانون والمؤسسات بما يحفظ لشعبكم الوفي رجالا ونساء حقهم الأصيل من المشاركة الديمقراطية المتزنة والمسؤولة ونحن إذ نهنأ جلالتكم حفظكم الله بهذه المناسبة الوطنية فأنه ليسعدنا وبكل فخر أن نؤكد بأن رؤية ورسالة ميثاق العمل الوطني قد أثمرت عن العديد من المنجزات والنتائج الإيجابية التي لا تخفلها عين منصفة واستطاعت أن تترجمها مؤسسات الدولة على اختلافها والقد كان للمرأة نصيب واضح للعيان في ذلك بعون من الله وبفضل قناعاتكم الراسخة بشراكة المرأة البحرينية ودعمكم اللامحدود لجهودها في خدمة وطنها دعين المولى عز وجل أن يسند خطاكم ويعينكم على مواصلة تحقيق ما تتمنون من خير ونماء لمملكتنا الغالية وشعبكم الوفي ودمتم في حفظ الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرينتكم سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة هذا نصها صاحبة السمو الملكي قرينتنا الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا بكل الاعتزاز برقية سموكم لنا للتهنئة بالذكرى الخامسة عشر لمثاق العمل الوطني وإننا نستحذر هذه السنوات المثمرة التي احتضنت مشروعنا الحضاري من أجل بناء وطن معافى مقتدر على مواجهة الصعاب والتحديات ولقد نجحنا بحمد الله في بناء دولة حديثة تتمتع بالحرية والديمقراطية والمنعة والرفاه وإن دور سموكم في رفض العمل الوطني والاجتماعي وقيادة سموكم لقطاع هام من قطاعات هذا الشعب المخلص بقيادتكم للمرأة في مملكتنا وأعدادكم لها للنهوض بالدور الكبير والعميق والراقي من أجل مجتمع متماسك متآزر كما إن نجاح سموكم في وضع المرأة على طريق التنمية والحرية والديمقراطية لهو موضع تقديرنا واعتزازنا حفظكم الله ومتعكم بالعافية وحقق لنا جميعا ما نتطلع إليه ونسعى فيه من أجل وطن عزيز ودمتم سالمين والله يحفظكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد دائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لإقار ميثاق العمل الوطني هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لميثاق العمل الوطني أرفعوا إلى سموكم الكريم خالص التهاني والتبركات هذه المناسبة العزيزة التي يزدان بها السجل الحضاري لمملكة البحرين بما تحمله من قيم المسؤولية الوطنية الفاعلة وإخلاص النوايا والجهود لتتواصل مسيرة العطاء والنماء ضمن المشروع الإصلاحي بقيادة سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في هذه الذكرى العزيزة أجدد لسموكم التقدير والاعتزاز بما تطلعون به سموكم من جهد مؤثر وبارز يسهم في تحقيق وترسيخ المكتسبات الوطنية ويشرفني أن أعمل تحت راية جلالة الملك المفدة وأمره حفظه الله وفي معية سموكم وأنتم تقودون العمل الحكومي بكل حكمة واقتدار وأن أظل السند والمعين لتحقيق أهداف التطوير والتنمية بما يلبي التطلعات وأهداف الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء البحرين الكرام ختاما أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموكم وأنتم تنعمون بمفور الصحة والعافية والسعادة لمواصلة عطائكم الخير في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه ودمتم بعون الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقع حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد اطلعنا بالتقدير على برقية سموكم الكريم المهنئ لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني وأنه لمن دواعي سرورنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نعبر عن شكرنا لما عكسته برقية سموكم من مشاعر وطنية نبيلة نعتز بها كثيرا وشيدين بما تولون سموكم بذله من جهد مخلص وما تقدمونه من عطاء وطني إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا العزيز دعينا المولى عز وجل أن يحفظكم ويسبق عليكم مفور الصحة والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر